نحن ماذا نقول نحن في الاتجاه الثاني الذي يقول لا يمكن لا يمكن فصل الأخلاق عن دين أخلاق بلا دين ليست بأخلاق مضمونة ليست بأخلاق ثابتة لماذا هناك علاقة جوهرية عضوية بين الدين وبين الأخلاق علاقة الدين بالأخلاق علاقة التكامل تواءم تلاءم لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر لماذا نحن أيضا نذكر وجوه الوجه الأول أن الدين هو المحفز المضمون للأخلاق الأخلاق بلا دين فاقد للمحفز المضمون الحافز المضمون نحو الأخلاق هو الاعتراف بالدين هذا محفز مضمون لماذا لأن الدين يشرح لنا في مجال التحفيز أمور ثلاثة ركز عليها الحقيقة الوجودية للأخلاق وربط الأخلاق بوجود الكون وإذابة الأنا نجي إلى الأول تدري أن الدين ماذا يقول عن الأخلاق يقول بأن الأخلاق تتجسم يوم القيامة أشكال أخرى الدين ما يقول بس صدق يقول لا الصدق سيتجسم شوف لاحظ لاحظ عندما تقرأ هذه الآية المباركة إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني شلون يعني هذا كلام مجازي لا 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 هو مجازي هو الظلم يتحول إلى قطعة من النار ويتحول وتماتيكيا يتحول إلى قطعة من النار إنما تجزون ما كنتم تعملون يعني جزاؤكم هو نفس أعمالكم ما تحتاجوا إلى جزاء أعمالكم تتحول إلى جزاء إن لكم بشكل أوتوماتيكي الصلاة تتحول إلى شجرة تشلون الجنة الجنة من وين تصير وإنت تبني جنتك الإنسان هو اللي يبني الجنة أعمالك هي جنتك التي تعيش فيها الصلاة تتحول إلى الشجرة المثمرة الظلم يتحول إلى قطعة من الجحيم الكذب يتحول إلى حرارة لاهبة إنما تجزون ما كنتم تعملون شديش القرآن يقول قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس شو نصير الناس وقود للنار هو العمل يتحول إلى طاقة من النار قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الناس هم هم اللي يحرقوا النار هم الذين يشعلون النار لأن أعمالهم تتحول إلى نار إذن الدين يختلف عن أي إيدولوجية أخرى الدين يكشف لنا حقيقة الأخلاق وأن الأخلاق الفاضلة تتحول إلى وجود ونعيم والأخلاق الرذيلة تتحول إلى جحيم وهذه نقطة من التحفيز مهمة نحو الأخلاق الأمر الثاني أن الدين يربط الأخلاق بالكون شلون يربط الأخلاق بالكون كلنا يرى أن الكون نظام ميكانيكي صح لو لا يعني أنت إذا الآن تسأل كيف الكون هذا يعيش لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون يقول لك الأرض والشمس وكل ما في الوجود يمشي ضمن نظام ميكانيكي صح الدين يقول مو بس هذا الكون له أخلاق أيضا كما للكون نظام ميكانيكي فإن للكون نظام أخلاقي كما أن جسم الإنسان إلى نظام ميكانيكي الإنسان إلى نظام أخلاقي أيضا الكون له نظام ميكانيكي وأخلاقي كيف يعني إذا فسدت الأخلاق يقابلك الكون بردة فعل عنيفة عند أخلاق عند ردة فعل إذا ديست الأخلاق وانتهت قابلك الكون بردة فعل خطيرة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون متى تلاعب المجتمع البشري بالأخلاق انقلبت الحياة إلى فساد إلى اختلال شوف هذه الآية جدا رائعة وهي قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا شنو معنى الآية قلك إذا عندك ذرية الظلم سينعكس على ذريتك ظلمك لغيرك سيرتد على ذريتك شئت أم أبيت مبيدك الموضوع مبيدك ينعكس على ذريتك هذه سنة الحياة ولو بعد جيل ولو بعد مئة سنة يعود الظلم على ذريتك ما كتش هذه سنة الحياة وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا من يظلم من يكذب من يغش من يسرق من يعتدي يصل الظلم إلى ذريته ولو إلى أحفاده بلا ذنب المساكين لأن جدهم كان ظالما ربط الأخلاق بالكون بمعنى أن للكون نظاما أخلاقيا كما أن للإنسان نظاما أخلاقيا وأن للكون ردت فعل انتقامية محفز آخر نحو الأخلاق ولذلك اليوم البشرية تكاد أن تصل إلى خطر عظيم اليوم البشرية التي تريد أن تدوس على الأخلاق وتريد أن تنسى القيم الإنسانية تشرف على خطر على خطر عظيم اليوم البشرية تفكر في تقليل النسل كيف نقلل النسل على الأرض مليارات مليارات كم عدد البشر اليوم كم ثمانية عدد البشر ثمانية مليار فاصل كذا طيب الثروات ما تلحد حتى نقلل عدد سكان الأرض محتاجين إلى عملين نقوم بهما العمل الأول نشر الأوبئة بين فترة وأخرى خلها تحصد إلك ملايين من البشر والعمل الثاني قطع النسل هل تصير العلاقة بين أنثى وأنثى وذكر وذكر حينئذ لأجل هذا الهدف الاقتصادي ندوس على القيم الأخلاقية وندوس على المبادئ الإنسانية ونتيجة ذلك وصول المجتمع البشر إلى خطر عظيم الكون إلى ردة فعل عنيفة من خلال احتباس الحراري من خلال فيضانات من خلال الأعاصير من خلال العوز ما كذا أختار غريبة ومحدقة والأمر الثالث أن الدين عندما يريد أن يشكل حافزا مهما نحو الأخلاق فإن الدين يركز على إذابة الأنا ما هو مفتاح الشرور ما هو المفتاح الذي به يصبح الإنسان شريرا منافق كذاب غشاش المفتاح هو الأنا متى ما ركز على ذاته تجاوز كل الحدود الإنسان الذي لا يهمه إلا ذاته لا تهمه لا أخلاق ولا مبادئ يهمه مصلحة ذاته متى ما ركز الإنسان على الأنا تجاوز الأخلاق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه تغنى لذلك الخطر في الأنا من هنا جاء الدين لتهذيب الأنا وتحقيق توازن بين نزعة حب الذات ونزعة حب الغير الدين لم يسحق الكرامة كما قال نيتشا الدين لم يسحق الذات كما قال نيتشا الدين دعا إلى كرامة الذات ولقد كرمنا بني آدم الرسول محمد وصلي وسل على محمد وآه الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ليس من حقك أن تذل نفسك الدين يحفظ لك كرامتك وحرمة ذاتك وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا الدين لا يدعو إلى سحق الذات بل يدعو إلى كرامتها واحترامها لكن الدين يريد توازنا بين خدمة الذات وخدمة الغير بين نزعة حب الذات والبعد الاجتماعي في العلاقة مع الغير لأجل ذلك الدين عندما يدعو إلى الصدقة إلى الشفقة إلى الرحمة إلى العناية بالآخر هو يريد أن يقلل من الأنى أن يقلل من طغيان الأنى لأنه إذا قلل من طغيان الأنى منع مفتاح الشرور مفتاح الكذب والخداع والنفاق والغش الدين يشكل حافزا مهما نحو الأخلاق لأجل ذلك دع الدين إلى الصلاة لأن الصلاة تذيب الأنى أقم الصلاة لذكري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة هم خاشعون ودع الدين إلى الصدقة لأنها تقلل من طغيان الأنى قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور هذا الوجه الأول الدين ضمان تحفيز نحو الأخلاق فكيف يمكن فصل الأخلاق عن الدين الوجه الثاني ما رايح أطول عليك الوجه الثاني الدين يشكل الإثبات التعريفي للأخلاق بمعنى أن الإنسان مهما بلغ من المعرفة والنبوغ والنضج وصار عالم في النفس وصار عالم في علم النفس الاجتماعي جين وصار عالم في علم الأعصاب لن يصل لن يصل إلا إلى قضيتين فقط العدل جميل الظلم قبيح كل إنسان يدري عنها منذ ولادته أما ما هي مصاديق العدل ما هي موارد العدل العدل إعطاء كل ذي حق حقه فنحتاج إلى لائحة حقوق قبل العدل صح لولا العدل إعطاء الحقوق خلينا لائحة حقوق أولا حتى يكون وضعها في مواضعها عدلا إذن إحنا محتاجين للائحة حقوق قبل أن نقول العدل جميل والظلم قبيح فمن أين نأخذ لائحة الحقوق هل يتساوى الذكر والأنثى في الحقوق ما هي حقوق المعلم ما هي حقوق الطالب ما هي حقوق الموظف ما هي حقوق الزوجة ما هي حقوق الزوج ما هي حقوق الطفل ما هي حقوق الجار ما هي حقوق المجتمع انظر إلى ما صدر عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لائحة حقوق حقوق الإنسان الدين الدين دعا إلى العدل ووضع لائحة حقوق كي يعرف الإنسان أين يضع الحق وفي أي مورد فأنت محتاج إلى الدين كي تتعرف على موارد العدل إذا حصل التزاحم بين حقين فما هو المرجح لأحد الحقين على الآخر لو حصل تزاحم بين ترض انت عندك زوجة والزوجة في حالة ولادة وقرر الطب أنه إما تموت الزوجة أو يموت الجنين وإنت أب والزوجة الآن في حالة إغماء وإنت أب اختار القرار بيدك هل تريدنا أن نحفظ حياة زوجتك أم حياة ولدك من الذي يقرر من الذي يقرر أن أحد الحقين يقدم على الآخر من الذي يقرر تدقول العدل جميل طيب العدل جميل مع زوجتك أو العدل جميل مع ولدك وكلاهما نفس محترمة من الذي يقرر الدين إذا حصل التزاح بين حفظ النفس وحفظ العرض إما أن تقتل أو يهتك عرضك أيهما يقدم الدين لا بد أن يتكلم إذن مجرد أن الإنسان يصل إلى معرفة بعض الأخلاق إنما وصل الإنسان إلى معرفة الكبرى العام والقاعدة الكلية العام وهي العدل جميل والظلم قبيح أما معرفة الموارد والمصاديق والصغريات فيأخذها من الدين لذلك هناك حاجة إلى الدين في رفض الأخلاق الوجه الثالث الدين هو الضمان العملي للاستمرار في عملية الأخلاق اقرأ هذه الجملة داستوفيسكي مفكر روسي معروف إلى رواية الإخوة كارمازوف في هذه الرواية يقول لو لم يكن الله موجودا لكان كل شيء مباحا الله مموجود كل شيء إذن جائز صح لو لا من اللي منعنا غير الله لو لم يكن الله موجودا لكان كل شيء مباحا من الذي يحجز الإنسان عن الظلم والقتل والاعتداء من شعوره بالرقابة الإلهية التي يوفرها الدين ولذلك الشخص اللاديني حتى لو رأيته يملك أخلاقا جميلة لكنك لا تضمن استمراره على هذه الأخلاق لو عارضت مصلحته الشخصية لو كان لك صديق لا ديني عنده صدق أمانة واحترام للقانون لو تعرض يوما إلى أن تكون أخلاقه معك مزاحمة لمن لمصالحه الشخصية فلن يقدمك ولا أخلاقه على مصالحه الشخصية الضمان لاستمرار الإنسان في الأخلاق الشعور برقابة الله التي يوفرها الدين فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الوجه الأخير حاجة الأخلاق إلى الدين تتمثل في وضع الدين القدوات والقمم التي تقود البشرية نحو الأخلاق هل هناك إيدولوجية قدمت لنا نماذج في عالم الأخلاق غير الدين هل هناك إيدولوجية أو خط أو منهج أو حتى العلم التجريبي قدم لنا قمما ونماذج وأعلام بارزة في مجال الأخلاق غير الدين الدين قدم لنا الأنبياء والرسل والأوصياء نماذج مشعة وقمم سامية وأعلام بارزة هي قدوة لنا في مجال الأخلاق هي التي تقودنا نحو الكمال الإنساني هي التي تعرفنا أسس الأخلاق أسس الأخلاق من خلال خصالها وجمال سيرتها الدين هو الذي قادنا نحو الأخلاق لأنه أبرز لنا محمد بن عبد الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وقال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذا الرسول العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يأتي إلى الطائف يدعوهم للإسلام يأمرون صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا منه فيلقفونه بالحجار والأشواك حتى دميت رجلاه فاستند إلى الحائط وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وهذا الحسن المجتبى شبيه جده رسول الله يلحقه رجل من أهل الشام حاقد قال من هذا قال هذا الحسن ابن علي شتمه وشتم أباه والإمام مغض عنه فجاء وأمسك بالإمام إياك أنا أنا أقصدك أنت قال يا هذا لو استرشدتنا أرشدناك لو استعتبتنا أعتبناك فإن كنت طريدا أعويناك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عطشان أرويناك فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا فمات ما لك الرجل عندما رأى هذا الخلق العظيم حتى انكب عليه يقبله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل البيت وهذا شبل علي الحسين بن علي خاض يوم كربل مدرسة في الأخلاق لما أقبل الحر بن يزيد الرياح ومعه زهاء الفارس لقتال الحسين آخر شخص وصل من جيش الحر وصل والعطش يأكل كبد وإذا بالحسين يقوم بنفسه ما طلب لا من أبي الفضل العباز ولا من الأكبر لا 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 هو 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 يقوم قام بنفسه وحمل القربة وجاء بها وقربها من فم ذلك المقاتل قال اخنث السقا فلم يفهم كلامه فقام الحسين وفتح فم القربة ورفعها بيده الشريف وأوصلها إلى فمه وسقى ذلك المقاتل ورشفه ترشيفا اللہ اللہ عطا